كابتن لان فيه كلام كتير هيتقال في الموضوع ده يمكن احنا وقفنا مع حضرتك عند كابتن احمد صلاح احمد صلاح نمر اربعة محمود رقوف نمر سبعة ضارب من مركز اربعة طبعا احمد صلاح ضارب امامي من اتنين وضارب خلفي من مركز واحد محمد معوض الليبرو بتاع الفريق رقم تسعة وده ملعبش المباراة اللي هي التانية في الدوري خالص كان مريحه الكابتن محمد مصلحي محمد عادل رقم عشرة هو اللاعب المناظر او الكروس بتاع عبد الحليم عبو رقم تلاتة محمد عادل ده رقم عشرة احد القوة الضربة جدا كحاق صد وكبلوكر من مركز تلاتة ودول الاتنين الاساسي بتاع كابتن محمد مصلحي طبعا في بعد كده احمد عبد العال احمد عبد العال ده رقم 11 ويمكن هو نسبته اقل النسب اللي هي في الستة كلهم هو بيلعب به كابتن مي دو علشان اا اول قوة لانه هو مراحل انتخب لعبرب لما رجعت دلوقتي بيلعب في مركز اربعة ويكون معاه عبدالله عبدالسلام فأول كرة بتطلع كويسة تشكلات الهجوم من الخط الأمامي من الخط الخلفي بتبقى مميزة جداً عند رعيب النادي أول كرة استلمناها صح الدنيا بتمشي زي الفل في الهجب بالضبط ودي كانت نقطة الضعف في نادي الزمالك كان قاعد جنبي كابتن محمد لقاني قال لي ده الفارق قلت له أيوة هو ده الفارق بس أنا زودت له حاكتين ثلاثة كده عليه ما دينا بتكواليش كده كابتن بقى عشان نعرف اللي بيدور قال لي أول كرة مفيش أول كرة في نادي الزمالك وهي دي والأجنبي ما كانش موفق طاعة الزمالك حناخد حسام يوسف ده صانع الألعاب خد بالك بقى إن الزمان كان في فرقة القرة عندنا كان عندنا في الجدادة على طول مرة عاد الهيكل والروبي ومروان كان فاني بعدين جي كابتن شوبير ومعاه كابتن إكرامي وسمه شوبير أيوب القرى المصرية حسام يوسف حظه إنه معاه بيلعب في نفس الفرقة عبدالله عبدالسلام بس حسام يوسف الدكتور حسام يوسف ده لعب مميز جدا في الحقص الصد في الإرسالات زيه زي عبدالله ومعد كويس جدا ومعد كويس بس هو زي ما تقول الفرصة مدام ده موجود وماشي ميده بيخليه كامل زي حراس المرمى فحسام يوسف صانع ألعاب مميز جدا ده رقم 12 محمد عبدالمنعب دوت زي نفس وضع عبه برضو جاله أصابة من سنتين أنا كنت في الملعب وكانت في النهائي بطولة أفريقيا قدام الترجي التونسي فكان صوته جاي بالقاهرة والحمد لله تعافى ورجع وهو دلوقتي في مرحلة اللي هي بيلعب حبة حبة يعني لكن هو جاهز جدا مع ميده في الاميرجنسي في الطوارئ حيتفع به أحمد قد أحمد قد نفس الكلام اللي بنطبق على حسام يوسف بنطبق على أحمد قد جاله أصابة في النادي الأهلي ولما رجع كان أحمد صراح فرما فبيبقى دايما واحدة 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 هو موجود بس أحمد قد ده هو مستقبل مصر قوة ضربة طبعا بلوق قوة ضربة إرسال لما لما النواحي البدنية أو القدرة العضلية قوة السرعة بترجع عنده كويسة ما حدش يوقف ما حدش يوقف لأنه بيشوت من أعلى نقطة صحيح محمد رمضان دوت الليبرو الفريق الاحتياطي ده ابن الإداري كابتر رمضان بتاع الفريق والولد ده يعني أنا فاكر له مطش أنا كنت بدرب نادي سموحة سنة دربت نادي سموحة وكان تحت تحت واحد وعشرين والمطش هيخلص تلاتة واحد ومحمد عادل طلع شرط من مركز تلاتة لمركز أربع الودة طلع القورة والقورة دي حولت النتيجة تلاتة واحد من الاتنين واحد منها تروح تلاتة واحد بيته تلاتة اثنين بالزبط تخيل وكسب بيها الولد ده مميز فعلا متربي في ملعب النادي الأهلي مستعبل النادي أكيد محمد رمضان الليبرو أحمد سعيد أحمد سعيد السلوخ الأهلي القادم إن شاء الله هو الولد ده عايز أشبهه بحد من القورة لا لعب شيك قوي وليد سيديمان لعب شيك لعب شيك وبعدين سريع وعنده البرتكال جامب القفز ممتاز جدا و هو عايش شوية شغله في استقبال الكرة الأولى لكن كضارب مميز من الخطوط الأمامية والخطوط الخلفية وقوة هو ده ملعبش خالص برضو ماتش الزمالك التاني طبعا آخر واحد النجم الصاعد الواعد كابتن يوسف حمدي الصافي ابن كابتن حمدي الصافي برضو معدي 2 متر خمسة وليسا قدامه ممكن يطول كمان ده مستقبل نادي ألي فعلا يوسف حمدي الصافي يوسف حمدي الصافي أنا سمعت أنه هو حيعروه لأحد الأندية أنا بفضل أنه يفضل موجود ده بالذات لأن دوت لما يعد شوية كاحتياطي في النادي الأهلي أفضل هو الفلسفة بقولك يروحوا يلعب ويرجع لنا مرة تانية أنا شايفت مع المجموعة الولد ده المستقبل مركزه أولا المركز الأربعات طوله وجسمه هو خليفة أبوه فعلا شبهه وجسمه طوله وعرضه وبيسرق جسم أبوه كلها ابن الوجز عوامة كابتن